هذا التقسيم أعزائي تقسيم المقسم منه هو الصنف الثاني ملتفتيني؟ يعني اللا أدري في السابق الذي لا يؤمن بوجود الله أما في هذا هو الصنف الثاني من التقسيم الرابع وهذا التقسيم أو المقسم تارة يكون لا أدري سلبي أعزائي وأخرى يكون لا أدري إيجابي أعزائي ما هو المراد من اللا أدرية السلبية وما هو المراد من اللا أدرية الإيجابية هذا الكلام يقوله في سكريذن مايكل سكريذن مولانا يظهر أيضا في الستينات هو مو بعيد يعني جدا يقول أن سكريذن يقول من المفيد التمييز بين نوعين من اللا أدرية اللا أدرية الإيجابية واللا أدرية السلبية واللا أدري الإيجابي نخلي ذهنكم جيدا حتى تعرفون أنه بكرا من نتحدث مولانا على أي أسات على أي موضوع دا نتحدث اللا أدري الإيجابي هو الذي يعتقد ببياني اللي أقرأ العبارة لكم هو الذي يعتقد أنه عنده دليل على موقفه هذا الذي هو ماذا؟ اللا أدرية وأن موقف المثبتين وموقف الناثين كلاهما ما هو؟ باطله واضح أو لا؟ الإيجابي من هو؟ يقول موقفك أنت الذي تثبت وجوده صحيح له باطل باطل ذاك الذي أقام دليلا على الناف يقول موقفك أيضا ما هو؟ باطل لعد ما هو الموقف الصحيح؟ يقول موقفي صحيح موقفي هو الموقف مو فقط يقول كلامك غير صحيح لا 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 ويقيم دليلا على ماذا؟ أن موقفه هو الصحيح لا لا مو مسألة احتياط لا مسألة دليل لا لا بحث مو في الاحتياط لا عزيزي ذاك الاحتياط بعد عملي في الفكر لا معنى للاحتياط يكون في علبكم في البعد النظري لا مجال للاحتياط لأنه في البعد النظري له لابد تعتقد له جنو لا تعتقد في البعد العملي أنت تقدر صلي التمام والقصر ولا في البعد النظري لا مجال للاحتياط ولذا أنا قلت هذني لابد شخصا حتى بكرا نقول لذا تساوت ومن الناحية النظرية ما وصلنا إلى ما هو الموقف العملي إذا هذه المشكلة عليه نحوة قال واللا أدري الإيجابي في نظره هو الذي يرى أن الدلائل المتوافرة من شأنها أن تجعل موقفه الذي هو الموقف اللا أدري هو الموقف السليم وأن تجعل موقف المؤمن بوجود الله والملحد النافي لوجود الله الموقف الخاطئ واضح صار أعزائي هذا هو مسؤولته كبيرة من الناحية العلمية لا بد ماذا يفعل إن شاء الله بعد ذلك سنة أتي ماذا يفعل ينفي أدلة المثبتين وينفي أدلة النافين ويقيم أدلة لا أدري ما أدري واضح الصورة واضح الصورة أما أما السلبي منه لا أدري السلبي اللي في عقيدة الشخصية عندما يخلون إحصاءات تسعين أقول للمحدين إن شاء الله بعد ذلك سنبين أنه ما يتجاوز عددهم خمسة بالمية سبعة بالمية اثنين بالمية وهكذا اطمئنوا وهذه كلها حديثة يعني ما قبل عشرين سنة هماتينا بحمد الله تعالى حصلت على إحصائي أجيب لكم ياها من كتاب معتبر أعزائي ما يتجاوز الآن مثلا في أمريكا أكثر من سبعة بالمية مثلا أعرفتني شون فسي تقول لي سبعة بالمية سيدنا هو يقول نعم أنا ما قيل بأنه من حيث العدد قليل ولكنه لي قال أن هذه الظاهرة بدأت تطغى وتدع هذا المنطق بعد لا يقبل سبعة بالمية في مقابل تلاثة وتسعين في المئة يؤمنون بيني وبين الله قليلة لو مو قليلة جدا قليلة جدا قليل التفتولي جيدا فهذولة السبعة بالمية أو الخمسة بالمية أو العشرة بالمية لا أعلم سمو مهم عد العدد هؤلاء في عقيدة تسعين بالمية منهم منه؟ هذا اللا أدري السلب اللي سأبينه من هو أعزائي التفت جيدا هو بيان دقيق يقول واللا أدري السلبي هو مجرد تعبير عن الحيرة والتردد والجهل أصلا لا يعرف أدلة المثبتين شنو لا يعرف أدلة شنو نافين شنو لا يعرف حاير مولانا هو وين من الدائرة أبدا هسا تقولي العدل ليش رايح؟ هذا بيعوامل مولانا أبين لماذا هل هو قوي؟ واحدة من أهم العوامل أن يظهر بمظهري شنو؟ الحداثوي الجديد أساسا ما يؤمن بكل شيء خصوصا في مناطقنا شنو؟ الشعبية مولانا بابا هذا ملحط صاير غلص أصلا شنو هم كأنه فتاج خلع الرأسة دا يمشي يا حسن هذه حالة موجودة وهي حالة شنو؟ خالف شنو؟ ها؟ خالف تعرف بهذا المضمون مو خالف خالف الإجمع لا أنا خالف الإجمع لا يروح في ذهنك لنهاك يقول العديد السيدي قال لا ذاك بحث علمي هذا من باب بلا دليل ولهذا تعبيراته هواي دقيقة وقعا يقول ومن ثم فإن اللا أدري السلبي هواي عباراته مؤدبة من يتكلم فإن اللا أدري السلبي في رأيه هو الذي لم يقطع شوطا كبيرا على الدرب التفكير أصلا أهل فكر لو مؤهل فكر مو تقليل ها ليه دم تقليل أصلا أحشرون يا الله أسلم هذا الذي أنا في عقيتي في نصوصنا يعبر عنه بالبل السادج سامعين في بعض بل لا هزا ذاك المشاكل بعد آخر لا هو هو إنسان شنو سادج مو قوي الذهن مولان يقول وذلك لعجزه عن تقرير صحة أي من هذه المواقف الثلاثة الممكنة حتى اللا أدريهم يقول لي يقول ما أدري يقول ثلاث مواقف هذا ما يعرفين الإيمان بوجود الله الإلحاد يعني نفي وجود الله اللا أدري ثلاثة ما يدري يقول شنو ما أدرينا بابا يشفنا هالشكل وإحنا موياهم وإنتوا اطمئنوا واقعا هذا أقوله للأعزة اسألوا هؤلاء الذين يقولون إحنا صدنا وصلنا كذا اسألوا أقول لهم دليلك شنو أنت أنت دليل المثبتين شايفة لو ما شايفة شم دليل أكو عدي المثبتين إذا قدر يعدد لك بس ألفاظة لك الحق أنت أنا كنت في اليوم في مكان مولانا من أهل العلم كانوا معممين وفضلاء وكذا بس كانوا من الاتجاه الذي ما أريد أجيب الأسماء من الاتجاه الذي ضد الفلسفة ضد الفلسفة بالنحو الذي يرون أنه شنو ها لا لا مو أنه حرام هذه لأريد كفر فقط سؤر نجاسة هذه هذه باعتبار جاية من اليونان واليونان شنو ملحدين وكفار فمن يشربوا من يقرأوا من الفلسفة كانوا يشرب من من إناء ماذا من سؤر الكفار هذي من قال هالجملة واضح بعد يستفزني لو ما يستفزني وكان واضح لماذا يقول فأنا قلت له جلسها مثل هذه الجلسة الأكبر بس بها بعض الفضلاء وبعضهم يدعون ما يدعون قلت لهم أنا ما عندي مانع قلت لهم كل الجمع الجالسين إذا منو يردي يحاججني في هذا البحث إذا فلان اللي أكبركم علما وسنا وكذا خلي يعدد لي فقط أسماء خمسة من الكتب الفلسفية عندما أدخل وياه في بحث بس يعدد لي العناوين يقول بابا ترى في الفلسفة أكو خمس كتب مهمة واحد اثنين ثلاثة مو مهمة سقارين لو ما قارين بس يعنوني أنا هذول الطبق واقعا حديثي معهم أنه بابا من يقول أنا ملحد قل تعال بابا إتا شايف أدلة هذول الذين يثبتون وجود الله هذول أدلة عدهم لو ما عدهم قلت ما يصير شايفين طيب إتا تدري أدلتهم شنون عمي في الطرف الآخر أكو ناسم يقيمون أدلة على نفي وجوده لأتتذي هذول أدلتهم شنون لا هذه ولا ذيك ولذا تعبيره بالأخير هوي لطيف يقول إن اللا أدرية كموقف مسألة تثير الاهتمام وتدعو إلى الجدل يعني يقول واحد لا بد يرأف بهؤلاء ويرفق بهم أما اللا أدرية هذاك ياهو اللا أدرية الإيجابية يقول واقعا تستحق الاهتمام والجدل أما اللا أدرية بمعنى الامتناع عن اتخاذ موقف فهي ببساطة هاي هذا دلائل على غياب النشاط الفكري يعني وين هو مولانا في حد الإنسانية لو ما دون الإنسانية لأن إنسانية الإنسان ماذا ها بنشاطه الفكري أعزائي يقول أساسا هذا قدرة على النشاط الفكري لو ما عنده أعزائي إحنا بحديثنا أنا كل هذا دا أقوله حتى لأن أعزائي تدرون هذا كله دفع دخل مقدر بس أنا ما أجي أقول الدخل المقدر ما لهنانا لأنه إخوة يتصلون بي من بصر من التصليم سيدنا إحنا كذا أدلتنا مدد كله إلى هكذا من هذون لو ما لدي سمعون عراف شو قلت لبيني وبين ما عندنا مانا عزيزي أنت لأنفد وحدة من أدلتك قل لي يا هن شنو قال لا ما يصل قلت أخوة تزدي على الموقع ما عدي مشكلة إنت أدلتك اللي تقول أنا شنو ملح قل لي أشنو أدلتك بيني وبين خال أستعرضه وحدة وحدة قال لا ما مستعرضه قلت أطمئن وحقك على أفضل ما يكون سأستعرض أدلت أدلت النافي وحن سترى قال قال ببساطة دلائل على غياب النشاط الفكري التفت أو غياب القدرة على ممارسة هذا النشاط ويمؤد بيني وبين الله مو أنهم يفكر بس شنو ما عنده قدرة على أن يفكر أو الافتقار إلى البعد النظري إلى البعد الفكري هذه هم طبقة واضح إلى الهان إذن إحنا الآن تلخص مما تقدم الهان وين حديثنا عزيزي راح يصير حديثنا راح يكون في النافي لوجود الله هذا أولا وماذا ولا أدري الإجابي سلبي قلت لك بابا قدرة على التفكير ما عنده شنو أتكلم معاه ما عنده ما يدري بأنه إذا أقول لبابا هذا الدليل لا يستحق الخطاب أحسنتم كما يقول إنك ومن يستحق الخطاب كما يقول يجيب يقول أعد علي السؤال كرر شخص آخر أسأله من أكمل السؤال ماذا يبدأ الجواب ما يحتاج إلى الإعادة وشخص بمجرد أفتح لساني أسأل جملتين يقول افتهمت للآخر وإذا تريد أقر لك تشتري تسأل أنت تقول الأول لأول نطفته عجنت شخص آخر وهذا الناس معادن كمعادن الذهب والفضل انزل من السماء ماء فسائلت اولتية بقدرها هذا ما الدليل وهكذا وهكذا والناس درجات وما شاء الله قرآن وامرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم ما شاء الله وما كلم رسول الله احدا بقنع عقله قطوه الى مئات الادلة قرآنا وعقلا وكذا طبيعي هذا الله سبحانه وتعالى هذا منافذ بحث